السيدليات مختفي فيها الأدوية وبنروح ما بنلاقيش الدواء إحنا عندنا أزمة في تواجد الأدوية في مصر؟ خلالنا نتكلم بصراحة عندنا مشكلة وكنت أنا يمكن غاية شهر فات كنت بطلع وبقول وبنادي بتطبيق الاسم العلمي وإن الأدوية نفس المادة الفعالة ونفس شكل السيدال ونفس التركيز وهي نفس الفعالية ونفس الكفاءة ما فيش فرق بينها ما بين دواء المستورد نهائي وإن الفكر الموجود في أزهان الناس أن فيه فرق بين دواء المستورد ودواء المحلي ده فكر زرعته الشركات العبيرة للقارات على مدى سنة طولة جدا وحضرك طبعا عارفها شغل الدعاية وقيمة المواد في الدعاية في ترسيخ مفهوم قد يكون خطأ على مدى سنة طولة جدا لدرجة أن بعض مقدم الخدمة الطبية ممكن يكون هذا الظن مسيطر عليه نتكلم عن نوائسة مهمة جدا حضرتك تكلمي عن دلوقتي النوائس عندنا نوائس لكن عايزة أقول لحضرك عن نوائسة مهمة جدا أنا كسيدالي ملتزم بالسعر الجابري وده ممكن حاجات الولدلة في مصر مسعرها جبريا الطاقة والعيش والدواء طب قبل ما نروح للتسعير الجابريا بس حضرتك قلتلي أنه ما فيش حاجة اسمها أدواء مش موجودة في عندي الاسم العلمي حتلاقيه موجودة لأ أنا كنت بقول كان ده من شهر لكن دلوقتي فيه أزمة عشان كنا نأمن مع حضرك ما فيه مجموعات كاملة اختفت بسبب موضوع الدولار أو المتغير في شهر ماسا أعتقد الدولار كان بـ 30 جنيه أصبح بـ 47 و 48 جنيه ففيه تكلفة على الشركات زادت طيب طبيعي جدا أن الشركات تطلب بزيط الأسعار وهذا ما تفضلت بها الدول مصرية وأرسلت للشركات إيميلاد اللي عنده مشكلة في التسعير يبعت لنا وبعتت الشركات فعلا قايمة ولستة كاملة بالأدواء العازي تزودها وحاليا هالدول مصرية متمثلة في إدارة التسعير إدارة كاملة اسم إدارة تسعير في هذه الدول مصرية هي الممت بيها تسعير الدول بيبقى فيه كسيلشيت بتحط فيه بتغزي الكسيلشيت ده بالتركيز المادة الفعالة وبسعر الخامة وبطلع أوتوماتيك سعر الجمهور مفوضة بكام طبعا كنت منحط فيه كان بتحط فيه بقى سعر دولار 30 جنيه دولار تحط سعر دولار 48 جنيه فبالتالي المخرجات بتاعت التسعير فإنها تختلف وده طبيعي وإحنا محتاجينه هاي إذن إن فيه أدوية مختفية من السوق يا جماعة الموضوع ما هو الشهزار مش حكاية البديل العلمي لا فيه أدوية مش موجودة لإن الشركات بتتوقف أو توقفت عن تصناعها نتيجة الفرق بين المدخلات وسعرها وبين السعر اللي أنا ببيع فيه فحضركوا طلبتوا إعادة تسعير هذه الأدوية صح يا دكتور علي؟